السلام عليكم لبنات كديرين لبس عليكم كنت من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف خيرون انتم ما كنت تهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم عندي في القناة مرة أخرى مرحبا بأي واحد كينضم العائلة قناة الأم حسناء شكرا لكم شكرا لأي واحد كيتغط على الفيديو كيشاهدوا حتى النهاية وكيخلي ليلي لايك ديالو كيخلي ليلي كومنتر أنا كنشكركم القناة تراها صغيرة ولكن إن شاء الله بإبني الله سوف يتكبر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم إذن البنات اليوم أجبت لكم أحد الفيديو اللي هي مختلفة بزاف على الفيديو اللي سبقه اليوم ستبدأ الحرب بينه وبين راجلي ستبدأ التحديات قلنا علش من ديروش تحديات هو اللي اقتربها صراحة صراحة أخذ استعادية تدبني اليوم بالطلابات ديالو ولكن سنصبر و سندوزع لي تألنوبتي المهم اليوم اختارينا بأنه يبدأ هو يعني وما دم أنه عزيز عليه يعني أي حاجة في المطبخ يعني أي حاجة في المطبخ قلنا نفرد عليك أن نفردوا على بديتنا الماكلة فأنتم كي تشوفوا في الصور هذا الشي اللي فردوا عليها وحددوا لي إذن اضطررت أنني ندير شي حويجات باش نقدر نطبق هذا الشي اللي قلنا وأنا سندوزع لي البنات الي هادا شاهدوا الفيديو اللي غاديمون هادا فيديو رأنا غادي نوريكم حنتي يديو المهم قال لي بغيت حرشو ملوي الناس الأمازيغ رأي عارفينو حرشو ملوي ديال ماما ديال ماما يا البنات اضطررت أني نتصل بماما باش تعطيني المقادير مضبوطة ديالات حرشو ملوي هانتما كي تشوفوا كيف تخرج لياه والكيك ديال الشوكولات اللي كندير بزاف لأولادي راها كتعجبوه هو بزاف و المرقب الخرشوف المهم رأني انا اخديت التليفون رأتصلت بماما معطاتني المقادير اذا سألت الاتصال ونطل خدمي البنات اذا نبقوا معي تشاهدوا الفيديو حتى النهاية باش تشوفوا شنودت المهم اول حاجة البنات هي العجينة عارفين بلنا ميمكنناش ناخدو الخبز ميمكنناش يعني لخصتك الخبز خطنوة تشمر على كتافك وطنوة عجنو المهم جاب لي الخرشوف راه حادق خرش بكري جاب لي الخرشوف مهمة البنات نقيف الخرشوف و الحامض رأكم عارفين الحامض هو الحل و في نفس الوقت هو ما يكحلش يبقى واخد لونه المهم العداب رأكم عارفين الخرشوف رأكم عارفين بلا ما نقول لكم المهم نقيت هذا الخرشوف كامل و بغي مرقة الناس الازمان مهمة البنات بالنسبة له الخرشوف مهمة البنات بالنسبة له الخرشوف رأكم شارفين لحتهم لم أستخدمتهم لانه صراحة بينكم عييت و اصلا صعيب شارفين ذلك يكونوا بالرقع يكونوا كبار مهمة عصرة الحامض على الخرشوف باش مميك حاش ليا صراحة طريقة لانا يبقى محافظة على الوغو لا تبغي مصلاق مهمة البنات مهمة البنات باش ندير المرايقة التي نصبها كما تشوفوا خديد جوجب السلط غادي نشلدهم والتومة كيفما تشوفوا ندير قياسنا الوليدات لا يأكلوا بثاف المرايقة و انا مو الفتاجين ولكن هو فرض عليها لانا تكون المرقة لها الكوكوت شوفوا التحدي كدير المهمة علينا نطبق و اذا كشير قلينا اغضى و نتفرج فيها و انا اغضى و انا عندي الراحة تعدبتها البنات ولا الى العادة المهمة بجدد الوصف ملتسل ثلاثة الهجل نتضيف ثلاثة الهجل واقفة فندوعة ملتسل فندفق ثلاثة مهمة ثلاثة الطروفة لانا بارك علي نضيف مبصلة و التومة ربع في تلاجة تحفظه على ربع نضيف ملحة خلطه مع الملحة نضيف زيت الزيتون نضيف زيت الزيتون الحمد لله نضيف زيت الزيتون نضيف العطرية سكين جبير خرقوم البلدي و تحمير تحمير نضيف ملحة زمان لن نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة و تحفظها و تحفظه يدرسك من ملحة و تحفظه نضيف ملحة و لا تكتره كما نضيف ملحة المهم أن تشعر عليها أن تشعر عليها نحرك المقادر ونجعلهم يتشعر علي خاطرهم المهم أن تشعر علي مرحل الماء أي شيء يجب عليك المرقب الماء يجب علي مرحل الماء المهم أن تشعر عليهم نضع على نفس البنية لتشعر عليهم حمودة نغسلها جيدا نرى حماقة ترى حمودة 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 نرى حمودة نضغطها بزراء العقلي نضغط المرايقة لا نضغط المرايقة نضغط المرايقة أعجب المرايقة لا نضغط البصلة لأن تجعل الأخرى بضغمر نضغط التأكيد على شعير البصلة سوف نقوم بتعطيها نقوم بتعطيها نقوم بتعطيها في الماء نقوم بتعطيها سوف نقوم بتعطيها نقوم بتعطيها سوف نقوم بتعطي الاخرشف سوف ندر الخرشف نقوم بتعطيها نصدر الكوكوت ونطيب على خطرها نضيف حرشو مقادير نضيف الفينو نضيف الفينو نضيف خمارة نضيف الحرشو مقادير نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف الملحة نضيف ملحة سوف نصد على الكوكوت ونجعل الطياب سوف نصيب الكيكا الكيكا ليس لديها هذا هو المقادر سوف نصيب الكيكا الزربة الغضاء ثلاثة البيضات الزيت السندة حليب ريس الفأس ونصيب الكيكا يقوم بالقبار كاكاو الناس لا يوجد الكيكا ولم يكون الملح يملك الكيكا تصوير ثلاثة بيضات اضافة الملح واضحة واضحة جيداً، هناك سائنا، سوف نضح قطارات الخل والخل والنون مع موضوك عالية لها كيكا وهمية عالية جيدة و لا تقياس المناسب نضيف كاس لاروب زيت كاس عامر نضيف كاس لاروب زيت كاس الحليب نضيف كاس لاروب زيت نضيف كاس لاروب زيت نضيف كاس نضيف كاس حليب نضيف كاس حليب نضيف كاس حليب نضيف كاس حليب نضيف كاس الهيد نضيف كاس تجربة 7 غرام 7 غرام نضيف كاس 7 غرام نحن نضيفها مع الخمارات و نحاول ان نلوح كاملة نضبط 100% سوف نخلط لكم نفس النتيجة الى جربتوها بإذن الله نحن نتعكسة و لا تريد أن تحل سوف نضيف كل شيء سوف نضيف صفحة مع الخمارات نحاول نخلطها جيدا نضيف البنات قبل أن تبدأوا كيك باش تربحوا الوقت سوف نضيف المول نضيف المول نضيف الحرب و لكن يظهر عليها كازوينة و لا تحرق لي موال لا تريد أن نستغنى نضيف الخمارات المول نضيف الحرب دهنوه وخليوه مني كتحتاجوه كتلقوه موجود بنسبة الكيكة ديلي لبنات دائما كنحتاجو هاد السبات فيول هادي كصاحا كتعاوننا ما كتضيعش لنا ودائما علي ومني كتبغيو تخويوه في المول علي والكيكة الفوق مزيان باش كيخرج من هاداك الهواء وكتجين في شامل داخل اي كيك بغيتو تديروها ودائما الكيك ما تكون شتقيلة دائما تكون خفيفة مهم هي هادي انا المول راه كبيرة لبنات هاد القياس اللي عندي رماشي ديلي هاد الكيك هادا ولكن درتو فيها لان ما عندي شي مول صغير عندي غيمة كبر من هادا المهم البنات دائما نروينا اللي درناها كمشيوك نجمعوها وكيف ما كتعرفو باش ما كتغلبش عين الشقاء مهم دكش ديلي الكيكة رعانا غادي نغسلوه دابا بنسبة الجافيل البنات ما كنستغنوش على جافيل راكم عارفين زفورة ديال البيض ولمواعين اصلا كيبغو جافيل مهم الروينا دائما كيف ما قلت نحيدوها باش نتهنى ومنها مهم طرفت الدنيا وهذا واسط تم ديالي البنات لانا لا راجلي حتى راجلي كي دير نفس الخدمة وكنجمعو الروينا ديالنا باش كندوزو الخدمة الخرى كنلقاو تاني الميعنات مغسولين وكنلقاو تاني الدنيا مطرفة كتجكتها بنفسية كتت يعني كترتاح الخدمة بالنسبة لهذا المول ديال الزج البنات اي اي خلط كهربائي يبدوك لذاك المواسس ديالي التحت كي يجرحو سرحان دي مدينة نهبية واخديت واحد شيتة ديال السنان شريتها خصيصا خليتها غير بحال هاد الشي هذا المهم خليتها شوية تغطب باش تحيد من هاداك هذا ديال العجينة ديال الكيك من التحت ودائما نحاولو كيسان ديال الزج كي يكونوا تقال عرفتي تقيل هذا لكن خاف منه يطحي تهرت لي مهما يشيتها ديال السنان غادي نحك بها قاعدك الشي اللي عندي لداخل ما قدرتش نقيسه سافي البناتها ورات تحيد ليها سافي غادي شلوه غادي نجمعه في البلاسطة صراحة غير سالي غادي نمسحون جمعه بلاسطون لانه تنخاف يتهرس مهما يطرفت الدنيا البنات كيف كتشوفو حيت تعليه كل شي بالنسبة للبنات سوف نتغذي المرايقة ديالي هي هادي وكيف ما شرطها عليا وقال لي يخصى تكون فيها المرايقة تكون المرايقة باينة لا تبعيش ناشفة مهما البنات من بعد ما تغذينا هاي الكيك ديالي من بعد ما طابت خرجتها را قلبتها كيف كنديرو كنقلبوها بشي حاجة انا قلبتها بدل العود ديال النحاس صافرها طيبة خليتها تبرد وفي هذه الاثناء هادي غادي نهز العجينة كيف كتشوفو هذي العجينة غادي نخدمها قسمتها على ثلاثة ديال الكوائرات اللي تساويين كنحاول نلقاد العبارات مهما البنات هو طلب مني جوج جوج حرشو ملويات انا هنا را خرجتلي العجينة ثلاثة يعني ما غاديش نديروهم بثلاثة ما نحاول العجينة الأخوان خلات ندير بها شي حاجة اخرى مهما كان رولي وكيف قلت لي يا ماما على شكل باقيطة الطريقة اللي كنت أدرت لكم في بوشيير هي هادي هي اللي قاتلي يا نيت غيره هو قلية حرشو ملويات يكونوا كبار بحال ديال العربية طيب غا نديرو لي حرشو ملويات كبار ما نكبرو مش البنات بززاف لعنني ما نقدرش نجمعها كبيرة يعني خصني الوقت هذا مهم غاديش نديروهم ليهم توسطين شوفوا البنات الطريقة راها واضحة كيف ما كنت أدرت لكم ديك المرة المهم موقعت لي من بعد ما تخليهم يرتاحوا كتولي تجيب دي فيها بحالك حتى كتجيك رقيقة عندما شوفوا الطريقة حتى كتجيني باقيطة رقيقة وكن نورق باش ما جينيش هكا يكون العرض لها كبير ومنين نجمعها جيني صعيبة ما ينصى في دائما الزبدة الزبدة اللي كتكون في حرارة المطبخ حاولوا ما تدوبوهج كتجي احسن طراحة طاف يمضا نورق فيها بعض الطريقة هادي نحاول نورقه ندير الفينو نجمع نساليهم بجوجات مهم البنات هاهمم بعد ما ساليتهم نجمعهم بها الطريقة هادي نجمعهم بها الطريقة و نرتاحوا وعاد نقرصوهم ضرورة نرتاحوا البنات مهم التالت انا راني ما درت تشبيهتها شي حاجة ان خلات ان دي الباشي مصي منات ولا رغاية في الولادي مهم واطلب مني جوج راني ادرت لي هجوج دياله بالنسبة لكيك البنات من بعد ما بردت خليت تحتها بردات مزيان كيف كتشوفوا نرمال ما تطلع كتر من هكوة لكن المول عندي كبير والمقادير ماشي ديال هادي المول المهم البنات نحاول نتقبها مزيان حاول نتقبها بشي حاجة رقيقة بصافي باش نطيب لها السقوات دياله السقوات جزوية نديرها دائما لكيك ديال الشوكولات نديرت شوية ديال الحليب يعني غير يدفع ونضيف عليه الشوكولات الكحل باش يدوب لان اصلا الكيك دياله بردات لهذا خصني السقوات تكون سخونة سوف نضيف لها معلقة اللي تكون عامرة ديال هذا الياغورت دير الشوكولات دانيت كنا نعرفوه سوف يكون نسقيوها تجي غزالة البنات لا تسعجل لا تشربها لان ولداتي ما يبغيوش لي الكيك تكون ناشفة يبغيوها شوية تكون سردة تجيب حلة فيها الكريم وهذه الطريقة اللي تخليها تجي سردة مهمة تجيب معلقة من دك السقوة درس فيها دانيت ديال الشوكولات يعني درس واحد كامل انتو ممكن تشوفوا على حسب الكثافة اللي بغيتو انا غنخلطهم حتى تجيني على شكل كريمة يعني بغاشي حاجة اللي تكون بحل بحل غابيل ديال موس شوكولات جيني بحلها كاك يعني ما غاديش تكون بحلها ولكن تقريبا مهمة تجيزوين على سياد الخلطة تجي رائعة في كتير الشوكولات مهمة نحاول نوزعها يعني بإمكانكم تقلوها كتر من هكذا مهمة بعد ما دهنتها خديت الحكاكل ديال ماتيشا خديت الجيهة اللي تكون غليظة نحك عليها شوكولات لن يبقى إختياري المهمة تريدون من الاختيار انتما يشوفهم من الداخل كيف ستأتي مفشفشة رائعة واحد اللون إعطاه لها الكاكاو وصراحة غزالة و المادة ستجربوها و ستعليوا و اكتروا في الكومنتير ستأتي وعرة انتما تشوفوا بعينيكم كيف ستطلع مهمة البنات من اللي رتحوا ليا الحرشوم الويات ديالي عشتما وحرشو ملويات البنات لأنه يجي مقرمش بحل الحرشة ويجي مورق بحل ملوي هاتش اسمه وحرشو ملوي الناس زمان هذا الشلوح ممكن نقرصها بالفين والبنات والمقلة مثلا دهنوها بالزيس ما تشي حاجة كنطيبوها ناشفة من بعد ما طيبتهم والبنات هنتم وشوفوا كيفاش كيخرجو كيخرجو غزالين عطيرة بقين سخونين صراحة وكنحلوهم بهالطريقة هادي هادي الطريقة باش كي يحلو الناس زمان وخا انا ما تنعفش نحلها بمزيان مزيان لهذا ما غديش تلقى واني صراحة ها في الحلان انا زيتني صخونة صراحة حرقاتني مهم هي هادي كتجي زوين البنات شي حاجة غزالة انتم وشوفوا من الدخل كيفاش كتجي البنات كتجي مورقة صراحة وسخونة المهم كنتمنى كنتمنى لفيديو ديالي يوم وتكون عجباتكم وتسنى والتحدي اللي غدين دير الرجلي انا متأكدة غدين يعجبكم ان شاء الله والوصفات ديالي يوم جربهم راهم ناجحين مئة بالمئة وكنتمنى تعجبكم الفيديو ديالي يوم من كل قلبي كنقول لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته